بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا عندما نجلس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونفتاح هذه الحضرة أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وأنت الذي علمتنا أن أنوارك تفتح لنا الطريق لكل رحمة وأنت الذي علمتنا أن الرحمون يرحمهم الرحمن تعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء قاعدة رائعة ومنيرة نسترينوا بها في حياتنا في هذه الظلال نجلس نقرأ حديثك الشريف لنتعلم منه النور والبركة وخاصة هو حديث في بعض الأحيين يكشف لنا عن وجع في صدورنا الحديث اليوم اللي أنا أتكلم عنه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هنا باء بنوقف شوية ونقول أن هذا الحديث يكشف لنا عن سنة عن سنة وضعها الله سبحانه وتعالى لأن دي سنة هذا الحديث أيضا يكشف لنا عن تعدي ممكن يتعدى به الإنسان هذا الحديث يكشف لنا كمان عن خطر ممكن يهدد الحياة ويهدد المجتمع كله عشان كده فيه ظاهرة كانت منتشرة هي دلوقتي نعم قلت لكن مازال لها وجود وهو تكفير الناس لأدنى مخالفة لدرجة أني في الفترة اللي فاتت أنا بتكلم عن الفترة اللي فاتت حشنا في فترات طويلة في حياتنا لفظ التكفير ده على لسان الناس كده بنوع من أنواع الفوضى والعاذ بالله ومشاء من وقت للتاني طلع لنا واحد مهووس على السوشيل ميديا يمارس نفس الجريمة اللي بيتمارس طول الوقت وهي جريمة التكفير وخاصة إذا كانت في مسائل لا تحتمل ده زي مثلا لما نيجي نشوف وإحنا مرينا من عدد من الأيام بمسألة الاحتفال بالمولد النبوان هل يا جماعة الخير حد معقوق عد عقل في الدنيا يقول الاحتفال بالمولد شرك للأسف مع بعض القلوب الغابرة وبعض القلوب السوداء شفنا ده شفنا ده وإحنا عارفين أن التكفير من أخطر القضايا التي ظهرت مع الخوارج من أيام سيدنا علي وإلى الآن موجودة أنا عارف أن ممكن ناس تستغرب من الموضوع أو يحسوا أن صعب حد يكفر حد بسهولة كده أقول لكم حاجة تعالوا نتأمل مع بعض اللي حاصل أن فكرة التكفير دلوقتي ما كانتش فكرة بتأتي في لحظة على طول لكن بيحصل فيه تهيئ لها إن فيه شخص يحس إن هو المتبع لرسول الله وغيره مش متبع لرسول الله ثم الشخص اللي هو حس إن هو متبع لرسول الله يحس إن فيه حد بيظلمه فنفسه اللي عمارة بتقوله هو لم يظلمك إلا من أجل دينك فهو عدو لهذا الدين إذا كان هو عدو لهذا الدين ويريد أن يصنع أشياء جديدة مبتدعة في هذا الدين لم تكن من قبل إذا هو يريد أن يدمر هذا الدين فهو عدو لهذا الدين فهو كافر هذه الأشياء ما بتعملش بالمدة الطويلة أنا عملت إيه؟ عملت حياة اسمها استبطان هي ما بتعملش بالمدة الطويلة دي بتعمل كده لما تتمكن هذه الظاهرة من قلب الشخص عشان كده عايز أقول لكم أقول لحضراتكم إن سيدنا علي ابن عم الرسول اللي صلى الله عليه وآله وسلم واحد العشر مبشرين بالجنة عشان بس ما حدش يقول بس مش ممكن حد يتهم حد اتعمته جماعة كبيرة جدا جدا اتهمت سيدنا علي بالكفر بعد معاركة صفين وحادثة التحكيم المشهور فما تستغربش أبدا إن فيه ناس بيعيشوا بهذه الظاهرة في حياتنا بعض الناس اللي شغلتهم ما بيعملوش حاجة في الدنيا غير إنه يكفروا الناس ويتهمهم في دينهم لمجدر اختلافهم معهم في وجهة النظر يا راجل ده أنا شفت واحد عشان بس في شخص قال إنه هو بيحب أحد أولياء الله الصالحين من أهل كذا من أهل المقابر قال عليه ده قبوري وبما إنه قبوري بقى كافر